يبقى جانب مهم جانب دائس البنك المركزي المغير مقبول لحد الآن بالرقابة وبالتجديد على السوق الموازي على أساس الدولار هو نفسه اللي يمنح من قبل البنك المركزي ينباع بالسوق السوداء هذه الإجراءات يطلب الضغط على البنك المركزي باتخاذ إجراءات رقابية مثل شون سيداود؟ يعني مثلا أضرب لك مثل الآن الدولار اللي موجود بالأسواق هو نفسه هو يفترض من البنك المركزي كله نعم طيب الصيرفات وشركات خصوصا الشركات الصيرفة المجازة نعم لتبيعها بسعر السوق الموازي نعم طيب هذا ما يعرضهم للمسائلة من ناحية القانونية هو المفروض وفق القانون البنك المركزي هو ليعاقب وهو ليسحب الإجازة طبع وهو ليتخذ الغرامة ولكن إجراءاته ليس بمستوى الطموح رقابته غير ملاسقة بعد إقراب بشكل ثاني أستاذ داود ولو تم هذا الأمور والسوق ما عنده دولار رح يرتفع سعره أكثر لا لا بالعكس شوف أحتي لك مثال أستاذ داود حتى بدون الناس توضحانها ما أريد أسألك الناس رح تعرف المشكلة اللي تخص الدولار الفرق بالسعر الموازي الآن نتيجة إجراءات الفدرال الأمريكي وبالتالي الدولار قليل بالعراق لو نتيجة المضاربة لو شنو شوف أحتي لك العربعاء البنك المركزي باع 91 مليون طيب 61 مليون كاش إذا تجي تضربها على خمس تالاف أو سبع تالاف مسافر رح تلقي الطاقة الاستيعابية للمطارات غير متوفرة بهذه الأرقام الخيالية هل هو حتى المسافرين دا يشكون أنه مدعين حصلون مدعين حصلون إذن أكو تلاعب بين خلال البيع النقدي و المسافرين